من واشنطن تضم إلينا الآن لوري واتكنز مستشارة الرئيس أوباما سابقا أهلا بكي لوري يعني إذن بعد هذا الأمر التنفيذي هل يمكن القول أنه استطاع بايدن أن يمسك بالعصى من الوسط في محاولة يعني ربما لجذب الناخب الأمريكي إليه الذي هو في نهاية المطاف مهتم بهذه القضية قضية الهجرة شكرا جزيلا على استضافتي والتحياتي للمشاهدين الرئيس بايدن يحاول أن يعلن لقد أعلن منذ عدة ساعات عددا من الإجراءات الخاصة بالإجراءات التنفيذية والسلطات التنفيذية في يديه وهذا يعتبر خطوة مميزة للغاية لسببين السبب الأول لأن الرئيس المكسيكي الذي انتخب مؤخرا وإدارة بايدن ترغب أن ترسي الرسالة إلى الرئيس بشأن هذه الأزمة وبالتالي هناك بعض السياسات الولايات المتحدة التي تحاول تعزيزها بشأن حل أزمة الحدود والمهاجرين غير شرعيين من الحدود الجنوبية والتي قد بدأت في التدهور مؤخرا وأيضا أدت إلى كثير من التداعيات في الحدود الجنوبية وأدت إلى كثير من التداعيات في العلاقات في الانتخابات الأمريكية فبالتالي الحدود الجنوبية لها أزمة تحاول الإدارة الأمريكية حالها وبالتالي لا نرغب في أن نرى مزيد من الانحصار فيها السبب الثاني أن هذا الوقت حاسم لأنه يشهد قرب الانتخابات الأمريكية وهناك وقت قصير جدا نسبيا وصولا إلى الانتخابات وأيضا يؤثر على الحملة الانتخابية للرئيس بايدن فبالتالي هذين السببين الرئيسين قضية الثالثة الرئيس بايدن هناك عددا من السياسات يمكن أن نراها بشكل واضح وأيضا هناك احتمالات بإغلاق أي تطبيقات تسمح للمواطنين بحق اللجوء إلى الولايات المتحدة وقد تغلق هذه المنصات وأيضا تؤدي إلى أزمة وتحديدها وتقييدها بألف وخمسمائة طلب فقط في اليوم بدل من ألفين وخمسمائة في النهاية ربما تكون هناك سيطرة على الحدود لأن إذا ما ازدادت هذه الأعداد فبالتالي سوف يكون هناك منطقة اختناق وتؤثر أيضا على الولايات المتحدة وتؤثر على الحدود فبالتالي هناك محاولات لتقييد هذا الحد والالتزام بهذا العدد ألف وخمسمائة ويمكن تحقيق ذلك الأمر ويمكن وضع الكثير من القيود والسلطات التنفيذية للالتزام بهذا العدد نحن نعلم أنه كان هناك زيادة كبيرة في هذا الاعداد خلال الفترة الماضية وأيضا الكثير من العملات الهجرة من الحدود الجنوبية وبالتالي من خلال المكسيك كان هناك الكثير من الاختراقات واصلين إلى عدد من المواقع داخل الولايات المتحدة هل يمكن للجمهوريين ولترامب أن يستخدم هذا الأمر التنفيذي بشكل لصالحه وكيف يمكن لهم أن يفعلوا ذلك دونالد ترامب الجميع رأاه من خلال المنصات الإعلامية الذي كان يتناول هذا الموضوع على مدار الأشهر الماضية والجميع يعلم تماما أن الرئيس السابق ترامب كان مسؤولا عن القدرة على التأثير على مايك جونسون وربما يطالب بالتصويت على هذا الأمر بالطبع هناك كثير من الإجراءات المشابهة التي اتخذها الرئيس بايدن من خلال الإجراءات التنفيذية والسلطات التنفيذية من خلال الحديث مع السائناتورز المعانيين بهذه القضية وأيضا على الجانب الجمهوري كان هناك الكثير من الأمور المتصقة مع الحزب الديمقراطي ولكن كان هناك حاجة إلى خطة شاملة لمعالجة هذه الأزمة من الهجرة غير الشرعية من خلال تخصيص التمويل اللازم وبالتالي الرئيس ترامب ربما يقوم بهذه الدعوة وبعد ذلك سامعنا إذا ما كان هناك صفقة بشأن الهجرة لابد أن تكون هناك سيطرة على ذلك الأمر من خلال الحزب الديمقراطي والرئيس بايدن فبالتالي لابد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة من الحكومة الأمريكية يمكن أن نتخيل إذا ما كان هناك قرارا بشأن إصلاح عملية الهجرة غير الشرعية يمكن أن نوفر الأموال الطائلة فبالتالي ترامب يعتنب بمصالحها الخاصة والرئيس بايدن يحاول تطبيق الديمقراطية والحفاظ على الديمقراطيته يتطلب الكثير من الإجراءات الفاعلة ودعم الاقتصاد وأيضا الحفاظ على الأوضاع الداخلية فبالتالي بالنسبة لترامب هو يحاول يفعل ما فعله سابقا ومايك جونسون ينبغي أن يكون حذرا بشأن هذه الخطة ولابد من أن يكون هناك دعم للخطة الشاملة للإصلاح الخاص بهذه القضية طيب الأمر التنفيذي يتحدث عن إغلاق الحدود حين يتجاوز العدد طالب اللجوء 2500 فيما لو وصل إلى 1500 سوف يسمح لطالب اللجوء بالدخول مرة أخرى من الناحية الفنية وبحكم التجربة هل هذا الأمر واقعي يمكن تنفيذه بمعنى أنه هذه الأعداد الكبيرة التي تريد الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية في كل الأحاول عادة ما تتجاوز رقم 2500 على الحد المتوسط هنا على الحدود الجنوبية بينما نتحدث الآن أعتقد هناك 54 ألفا يحاولون الوصول والدخول للجوء داخل الولايات المتحدة من جانب تكسس وأيضا من المعابر الرئيسية الكبرى فبالتالي عندما نسمع الرئيس يقول 2500 هذا يعتبر عدد مقبول ويمكن تطبيقه بشكل عملي وأعتقد أن هذا العدد ملائم جدا ليتم تطبيق هذه الإجراءات الشرعية والإجراءات اللازمة لدخولهم إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني والحد من المشكلات المتصلة بيئة المهاجرين غير الشرعين سواء من الحدود الجنوبية في أي موقع أو من خلال ولاية تكسس وأيضا من خلال سان دييغو وأيضا من جانب كاليفورنيا حيث كان هناك رابط مباشر مع تيوانا ومعبر آخر في الجنوب من أجل تيسير الدخول للمواطنين ما هي الصعوبات لوري التي من المتوقع أو تقرأي أنها ستحدث في مواجهة هذا الأمر التنفيذي خصوصا أنه لم يخرج في شكل تشريع من خلال الكونغرس بمعنى ما هي الولايات التي يمكن أن يواجه فيها بايدن مشكلات في هذه القضية قضية المهاجرين على المستوى السياسي ربما تكون هذه قضية كبيرة وأمرا كبير بالنسبة للرئيس بايدن الذي تطالب العمل المضني وخاصة في العملات الإصلاحية التي يحاول تطبيقها هنا في الولايات المتحدة وأيضا في المنصات الإعلامية نرى الكثير من التفاعلات وكذلك هناك الكثير من المقترحات في إدارة بايدن التي تتناول هذه القضية والتي تحاول أن تضع خططه ووجهات نظر صريحة وواضحة ولكن لابد من الامتثال لكافة الإجراءات والسلطات التنفيذية الصادرة بشأن هذه القضية ولابد من الاستمرار في هذا المصار وعدم السير عكسة لتجاه وغيرها من تلك الأمور المشابهة وإذا ما كانت هذه الإجراءات والقرارات التنفيذية واضحة وصريحة لابد من الالتزام بها وبعد ذلك يمكن لبايدن إلغاؤها في وقت لاحق بعد حل هذه الأزمة ويمكن دراسة الموضوع برمته من جديد هذا بالطبع سوف تؤثر على أريزونا وتكسس وفلوريدا أعتقد أن بعض الولايات الجنوبية سوف تتأثر بتلك القرارات التنفيذية ربما كما ذكرت هناك كثير من الأعداد أعتقد هناك طلب بخمسة آلاف يوميا ولكن لابد من تقليل هذه الأعداد وقد رأينا الكثير من المنظمات غير الحكومية وغير الربحية تحاول تدخل في هذا الموضوع وتعمل من أجل تقديم الدعم والإمدادات والموارد والخدمات لهالاء المواطنين بمجرد دخولهم إلى الولايات المتحدة على أرجلهم أو من خلال أي وسيلة انتقال أخرى وأيضا دعم الولايات التي تتأثر بهذه السياسات الرئيس بايدن يعتمد بشكل كبير على هذه المنظمات وهناك كثير من الإجراءات التي يجب أن تجابه أي تحديات محتملة يمكن أن تطرأ على هذه الإجراءات وعند تطبيقها على أرض الواقع وهناك كثير من الإعداد الجيد لدى البيت الأبيض شكرا جزيلا من واشنطن لوري واتكنز مستشارة الرئيس أوباما سابقا